مئة يوم على القتال شرق أوروبا تقدم معتبر ولو ببطء للقوات الروسية وصمود أوكراني فاجأ العالم ولكنه لم يمنع تقدم الروس مئة يوم من معاناة سكان أوكرانيا ومن خطابات رئيسها أمام برلمانات العالم ومن زيارات رؤساء وكبار مسؤولي الغرب لكييف مئة يوم شهدت ستة حزم عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على موسكو لكنها أيضا شهدت خلافا أوروبيا حادا حول مقاطعة مصادر الطاقة الروسية مئة يوم من الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا والهدف المعلن هو منع روسيا من الانتصار ثم تأتي الأمام المتحدة لتقول أن هذه الحرب لا منتصر فيها ليس هناك ولن يكون هناك منتصر في هذه الحرب بل على العكس لقد عايشنا مئة يوم من الموت وفقدان البيوت والممتلكات والوظائف الأرقام المعلنة على لسان الرئيس الأوكراني نفسه تقول بعكس ما تقول به الأمم المتحدة فبحسب زيلنسكي باتت روسيا تسيطر على نحو 20% من مساحة بلاده أي نحو 120 ألف كيلو متر مربع وهو ما يعادل مساحات بلغاريا والمجر والبرتغال مجتمعين زيلنسكي أيضا قال أن جيشه يخسر نحو 100 جندي يوميا أي أنه هناك ما لا يقل عن 10 ألاف جندي أوكراني قتلى منذ بداية الحرب يتحضر العالم لحرب طويلة يصفها بحرب الاستنزاف ضد روسيا في أوكرانيا لا يمكن التنبؤ بطبيعة الحروب لذلك فأنه يتعين علينا الاستعداد لمسار طويل حيث أن الحرب الآن تحولت إلى حرب استنزاف لكن النازحين الذين تقدر الأمم المتحدة أعدادهم بـ 14 مليون يتمنون أن لا يحيوا ذكرى المئة يوم الثانية وهم مشردون بل هم يرقبون عودة سريعة آمينة إلى بيوتهم أو بمعنى أدق إلى بلداتهم حيث سيعيدون بناء بيوتهم من جديد